اخواتي انا مش بتاعت خضرة انما واعت قدامي صفقة خضرة انما ايه ما تتعوضش قلت اجيبها بقى لاخواتي ونفرزها مع بعض تعالوا نسمي الله ونسلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونشوف الصفقة دي هنعمل فيها ايه اغباطي لايك حلو منك وكومنت حلو منك تعالوا هنفرز الخضرة دي ما شاء الله اللهم بارك كتير جدا هنفرزها بطريقة حلوة قوي وسهلة وكمان تقعد معاك من السنة للسنة بفضل الله بنفس اللون وبنفس طبعا الطعم ما اقول لكوش ودي تالت سنة بفضل الله نفرزها مع بعض تعالوا نسمي الله ونصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعندي كده الخضرة المشكلة بتاعت المحش بتاعتنا اه كسبرة و وشبت وكمان بقدونس اول حاجة كده فضيت الخضرة بتاعتي الخضرة اللي انت لازم بتفرزيها لازم تكون فرش تكون طوزة من عندي بتاعي الخضر كده تكون لسه جاية كده برحت الغيط طحفة رحتها مش قادر اقول لكم قلبة الشقة من جملها ببتدي افضيها والكيس بتاعها كده ببتدي اقطع الجزء اللي تحت الجدور اللي تحت دي وابتدي اناقي بقى حزمة حزمة من الخضر بتاعي بالشكل اللي انتو شايفينه ده هعمل كل الكمية بالشكل اللي انتو شايفينه ده بص بورها لكم خضرة قد ايه ورحت الغد كده والندى لسه فيها ما شاء الله بفك كده الرباط بتاعها وابتدي اشيل الجزء اللي تحت وانقي بقى اي حاجة مش مستحبة في الحزمة بتاعت الخضرة بتاعتي ورقة تكون صفرة ورقة جوة كده يكون مش في الخضار اوقات بيبقى فيه مثلا حاجات كده خضار برضو بس مش مش من الخضرة تمام فبنشيله عشان ما يمررش معايا الخضرة ايوا هاخد الجزء اللي تحت كده اهو كل الورق الاصفر والكزبارية اللي هي الخضرة اهي اللي انا بقول لكم عليها دي اللي هي الخضرة الرفيعة دي لو عملتيها واتخرطت معاك في الخضرة بتاعت المحش دي بتمرر معاك الاكل فخلي بالك اهو بنفك برضو تاني نفك الرباط بتاعنا ونبتدي نفرد كده الحزمة بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ونقي بقى اي حاجة من قلبها كده مش من فوق بس كده او من على الوش لأ بقلبها جدا وبحط كده في الكيس قدامي اهو حلوة قوي وطبعا جاي بحلة جنبي بحط فيها اللي انا بسويه دي البقدونس واللي قبلها كان الكزبرة عشان فيه طبعا بناتنا الحلوين اللي لسه مش بيعرفوا يفرقوا ما بين البقدونس وما بين الكزبرة برضو البقدونس هنضافها بنفس الشكل طبعا ما تبخلوش علي بقى بلايك لو وصلت معايا لغاية دلوقتي كومنت حلو منك تسلم ايدك يا دو دو كتير كتير جدير في الكومنتات عندي كده الخضرة بالشكل ده في حلة كبيرة واسعة هخلص بقى انا مع نفسي كده كل الكمية اروح ازبط لكوباية شاي كده واعود مع نفسي اخلصهم ونرجع نشوف هنكمل ازاي اما دعينكم فتحية هتلاقيني ما شاء الله خلصتهم تعالوا بقى كده على الحض هنبتدي نخسل بقى عندنا الخضرة كويس جدا جدا برضو وانا بخسل كده بقلب الخضرة يمين وشمال وجبت صنية كبيرة حطتها جنبي كده على البتو جاز وشوية بشوية وبخسل زي ما انتم شفتوا طبعا اول ما بخسل اول مرة بتحط عليهم مية كتير وبتسميهم لمدة عشر دقايق وبترجع بقى تخسليهم يعني هسيبتهم عشر دقايق ورجحت تاني بقى غسلتهم عشان اي اتربة اي طينع فيهم تنزل كده في المية دي تاني مية تاني مرة كده هحط تحفة برضو هسيبهم لمدة عشر دقايق وبعد كده هتلحهم برضو في الصينية وبرجع اشطفهم مرة تالتة طول ما المية بتاعتك مش نضيفة لازم انت تخسلي مرة واثنين وثلاثة غسلتهم مرة التالتة ونفطتهم كده هوريكو بامسك الحبة كده بعد ما فرش تفوت كده على الرخامة وتبتدي وانفطهم على الارض جامل جدا وبعد كده ارسوهم بالشكل اللي انتو شايفينه ده كنت بعمل الخطوات دي بالليل تمام هسيبهم بالشكل ده جبتوا فوتة من تحت وفوتة من فوق وهبتدي بقى اقطع تاني يوم الصبح هينشفوا مش عايزة فيهم مية نهاء يعني بصوا اعذروني عندي خنفان لان انا عندي برد ده تاني يوم الصبح زي ما قلتلكم ما كانش فيهم ولا مية خالص خالص زي ما شفتوا ايه دي كانت نشفة خالص هجيب بقى القطع بتاعتي والسكينة وابتدي اقطع الخضر بتاعي اهو جبه لكمان كده ونبتدي اخد شوية بشوية وهقطع بقى تقطيع صغيرة جدا عشان للمحش لاي خضار لكن معادة الصلاطة في رمضان ماينفعش طبعا خضار في الوقت ده كنت خلصت لازما الخطوة دي مهمة جدا نجيب حلة كبيرة وندلق فيها كل الكمية اللي احنا قطعناها ونبتدي نقلب هم كلهم بالشكل اللي انتو شايفين ده كل التكات الحكاية البسيطة اللي انا زبارة وبقدون ازاي ما قلنا اهو ما شاء الله ماليتي الاكيس بتاعتي اهم خطوة خراجي الهوى بتاع الكيس بتخليش فيه هوى خالص جبت هنا ستيكر مهم جدا وبالذات ايه في الحاجات الوراقية يا ربي يا حبيبي كتبت عليهم طبعا خضرة معشي سلام عليكم